ارتفعت قيمة الصدرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية العام الماضي بمعادل النمو بلغ نحو 26.3% وهو رقم يتحقق المرة الأولى تاريخيا متخطيا متوسط قيمة الصدرات السنوية خلال الفترة من 2016-2020 وفي ضوء معادلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصدرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10% من المستهدف زيادة تأقيمة الصدرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعادل النمو يبلغ نحو 25% طموحات مصرية كبيرة تسعى الدولة لتحقيقها في قطاع الصدرات المصرية غير البترولية خلال العام الحالي حيث من المستهدف الوصول إلى 40 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 25% قيمة الصادرات المصرية سجلت 32 مليار دولار بنهاية العام الماضي بمعدل نمو وصل إلى 26.3% وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة من 2016 إلى 2020 معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا والتي استحوزت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات نمو تراوحت ما بين 5 إلى 62% نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي يرجع إلى عدد من العوامل منها تسوية المستحقات المتأخرة للمصادرين لدى صندوق تنمية الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المسندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة وزيادة نسبة المسندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الأفريقية وهناك أسباب أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي ووفقا لتقرير مؤشرات التجارة العالمية تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 وبنسبة 11% عن عام 2019 اشتركوا في القناة